نمى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي وفقا لتقرير لدائرة الإحصاءات العامة وأظهر التقرير تحقيق معظم القطاعات الإنتاجية نموا إيجابيا حيث حقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو بلغ 23% ثم من تجول خدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات بنسبة 6.3% ثم قطاع الماء والكهرباء بنسبة 4.4% ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.2% ثلاث قطاع النقل والتخزين والاتصالات 3.2% ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 2.9% ثم جاء كل من قطاع تجارة الجملة والتزئة والفنادق والمطاعم وقطاع الصناعات التحويلية بلغ 1.7% لكل منهما أما على صعيد المساهمة القطاعية في النمو المتحقق فأظهرت النتائج بأن مساهمة قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في النمو المتحقق كانت الأعلى بما مقداره 83 نقطة مئوية ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 47 نقطة مئوية ثم قطاع الصناعات الاستخراجية بما مقداره 32 نقطة مئوية ثم صافي الضرائب على المنتجات بما مقداره 28 نقطة مئوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة